أولا طبعا مبروك لنجمنا محمد صلاح وفوزه كأول لاعب مصري وثالث لاعب عربي في تاريخ كرة القدم العالمية يحصل على هذا اللقب بطال أوروبا لكرة القدم أكبر مسابقة كروية في العالم للأندية وأقوى البطولات العالمية للأندية على الإطلاق في كرة القدم وإنه تاني لاعب عربي بعد نجم الجزاء الرابح ماتجر اللي أحرز هدف في مارمى بايرن ميونيخ عام 87 وهو كان من نجوم نادي بورتو البرتغالي وكان له هدف شهير في هذه المباراة في مارمى بايرن ميونيخ الألماني محمد صلاح نجمنا مبارح بيحرز هدف الهدف الأول من الهدفين اللي أحرزهم ليفر بول في مارمى توتنهام في المباراة اللي أقيمت في مدريد وأنهى بها بهدفين نظيفين ليفر بول البطولة ويحصل على اللقب لسادس مرة في تاريخه المشهد هنتكلم عن محمد صلاح وعن ليفر بول وتوتنهام وشكل البطولة وكل حاجة بس كلام حضرتك بيفرض علي أن يأنقلك المفرقة اللي شفتها في تعليقات الناس ما بين في يومين متتاليين نهائي دوري الأبطال في أفريقيا والمشهد اللي شفناه في نهائي الشامبينز ليج في أوروبا